أعزائي طلاب الثانوية العامة المرحلة أو دور أغسطس أحبائي النهاردة هنكمل مع بعض اللي كنا بدأناها في حلقتي قبل كده وهي المراجعة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية دور أغسطس لكل طلابي موجودين في ونبصة العربية اللي لم يوفقوا أو لم يحالفهم الحظ في الدور الأول دور شهر 6 دور يونيو النهاردة القناوات النهائية التعليمية بتقدم لكم مش بس في الإنجليز لأ في كل المواد حلقات مراجعة بالدور الثاني اللي هو الدور أغسطس عايزكم دلوقتي نتكلم على سؤال مهم جدا من 9 درجات في الامتحان السؤال ده كلكو رفتو أكيد طبعا دلوقتي السؤال بسع درجات ده هو سؤال القصة طبعا يعني قرابة الخمس في الامتحان الامتحان بتاعها من 50 درجة ده طبعا 9 درجات يعني سؤال مهم جدا تخيل لما يكون النجاح مثلا بالنسبة لك 40% يعني 20 درجة من 50 يبقى القصة بالتأكيد مؤثرة جدا القصة بالذات هي الأسئلة في إيدينا يعني عندي القصة معروفة المحتوى بتاعها زي منقول كده بالعامية كده من الجلدة للجلدة الأسئلة بتيجي من داخل الكتاب مش من بره يعني مش هتقول لي مثلا ده عمل زي القطع مثلا ممكن تبقى أنسين أو مثلا الترجمة مكنش متدرب عليها كويس لا ده يبقى سؤال أنا مذاكر كويس قوي كلنا بالتأكيد أننا القصة مرة واثنين وتلاتة والمفروض بالنسبة لنا عارفين الحوار في القصة بيتمت ازاي أو الأحداث تمت ازاي فبالتأكيد أكون مستعد لأي سؤال أكيد احنا النهاردة هنناقش مع بعض القصة وبالتأكيد مش هقدر أغطي كل الأسئلة أنا بحاول أجيب أسئلة طولية يعني أسئلة بتستعرض أحداث كتيرة في المنهج والشخصيات الرئيسية في القصة وعايزكم كمان أنك أنت تستعد للانتحان كمان اعرف كده أو امسك كل شخصية وخاصة الشخصية الرئيسية مثلا زي رودف راسندل مثلا أو ديوك مايكل الناس دي لازم تبقى عارف عن كل شخصية مجموعة معلومات أو كمية من المعلومات تبقى عارف مثلا راسندل بشكله طولي كان شخصية ايه اتغير ازاي لما راح مثلا روروتينيا ايه دوره مثلا في الارجاع الملك لمسلا المملكة بتاعته وهكذا نشوف لي مثلا دور بتاع سهبته مثلا ازاي عموما من خلال الأسئلة بتاعتنا هتلاحظوا أنتوا أن احنا بنحاول نربط أطراف القصة كلها مع بعض تعالوا نشوف السؤال الأول بتاعنا بيقول لي ايه تلكنا مع بعض تعالوا نشوف كده السؤال بيقول لي السؤال الأول بيقول لي طبعا هنا بيتكلم على روبارت اللي هو أحد رجال ديوك مايكل ازاي الراجل دي أثبت ان هو the most criminal of مايكل's six men الأسوأ في رجال ديوك مايكل ازاي تعالوا نشوف الإجابة when he visited rassendal in the country house he pretended that he wanted to shake hands with him but suddenly stabbed him in the shoulder with his knife أجلين الإجابة واحد اللي بيثبت اني روبارت اللي بيثبت ان الرجل دي بالذات كان the most criminal الرجل الأكثر عدوانيه أو الشرير أو المجرم أو الأكثر إجراما في كل رجال ديوك مايكل's six اللي هم the three foreigners and the three ruritanians بنقول الإجابة اني لما كان في زيارة راسندل في الترلينهايم house ورغم ان راسندل كان بين رجاله كان معه سعبت وكان معه فريدز وكان معه كمان ten strong men الرجل ده لم يخشى كل هؤلاء and he pretended that تظاهر بانه هو wanted to shake hands بيقول كان على وشك طبعا ان هو يركب حصانه وينطلق أو يمشي ولكن فكر في a trick ده ونزل وقال لراسندل طبعا هو عارف ان ده راسندل مش الملك قال له let's shake hands رجل طبعا بكل حسنية مد ايده ولكن the cunning robert الرجل الماكر ده suddenly stabbed him طعنه طبعا in the shoulder with his knife بسكينة طبعا في كتفه لكن fortunately it was not dangerous لم يكن هذا بالشيء الخطير he was ready to betray michael تاني حاجة بقى بتدين ان هو راجل سيء ان هو كان عند استعداد to betray michael and work with his enemies for his own good طبعا من اجل مصلحة شخصية مستعد للتعاون مع اعداء Duke Michael we already know that he is one of Duke Michael's man هو احد رجال Duke Michael once راسندل offered or asked him to cooperate with them to save the king طبعا طلب منه راسندل ان هو يتعاون معهم انا قصد طبعا يتعاون مع راسندل راسندل سعبت فريدز يعني مع the good people هما الاخيار to save the real king against Duke Michael تمام شفنا ان هو كان مستعد but not to save the king he was looking for his own sake بدراء مصلحته for his own good عشان كده he told راسندل that he would agree but on condition على شروط what what conditions he asked راسندل to kill his own friends to kill سابت to kill فريدز the king's man تموت انت تخلص من رجال الملك لو سابت و فريدز because they know what had happened هم عارفين العاصل and I myself روبرت انا نفسي بقى كروبرت I will kill Duke Michael and read that happened ده بالفعل حصل ها قتل Duke Michael and again I'll kill the real king ها موت الماكل الحقيقي and we will have just two of us هيبقى فيه اتنين فقط متبقيين to remain you and I انت راسندل هتتبقى و انا you will stay king انت تستنى ملك forever الناس كلها واخدين بالهم انك انت الملك انا عارف وديوك مايكل عارف وبعض رجالنا عارفين انك مش الملك و سابت و فريدز كمان عارفين انت خليك ملك قدام الناس مفيش مشكلة لان احنا كده كده هنخلص من ملك الحقيقي and what about me طب انت هتبقى ملك وانا بقى ايه قال له you will reward me انت هتكافئني يعني هتديني مكافئة بالتأكيد مش just some of money مش بس مبلغ من المال لا يعني بالتأكيد يبقى ليه طموحات اكبر he himself would like to be the Duke of Estrelso هياخد يحل محل ديوك مايكل هيبهو نفسه Duke of Estrelso يعني بالضبط كده زي بقول كده حكم دار العاصمة تمام ويبقى عنده كمان مقاطعات كتيرة زي مثلا زندة زي ما كان عند المانشن اللي هو موجود مثلا behind the castle of زندة تمام ده طبعا برضو حاجة تانية بتبين مدى شراسة او how criminal روبيرت تمام تعال نشوف كمان حاجة تالتة yes he called Duke Michael when Michael try to stop him from punishing Antoinette de Moupa اكيد هو موت كمان Duke Michael although he was one of his men he killed him رغم انه كان احد رجاله في الاخر موته طبعا احنا عارفين انه روبيرت هو اللي احد رجال Duke Michael ولكن روبيرت قتل Duke Michael امتا when Duke Michael try to stop him from punishing Antoinette de Moupa he discovered طبعا روبيرت was cunning was intelligent once he discovered that Antoinette de Moupa was helping رسندل and his men رسندل and his men طبعا and the go between was مين بقى كان الشخصي اللي هي اي كلمة the go between حاب بقى انا اقصد بيها الشخص اللي هو بقى بواسط للرسائل انت عارفين طبعا هم استغلوا يوهان تمام كده فهنا the go between was يوهان so he wanted to punish her روبيرت حاول طبعا يتخلص من or to kill Antoinette de Moupa لكن as she was a guest of Duke Michael كانت ضيفة ل Duke Michael and he was keeping her at the mansion so as not to tell or not to help رسندل طبعا بكده هو لا دخل في شجار he fought طبعا بتكلم على مايكل fought روبيرت and Rupert was the winner in the fight يعني طبعا روبيرت هو المنتصر في هذا القتال and finally he could or he was able to kill Duke Michael he was the only one of the six men who escaped from رسندل طبعا شفنا من خلال القصة رسندل was able to kill all the others all the other five الخمسة البقيين but روبيرت هنزو was the only survivor هو الناجي الوحيد the only one who could escape from رسندل the other five got killed تمام تفاكرين طبعا شخصات التانية زي لونجرم كرافستاين and بيرسنان وفيه كمان شفنا ديغاتت وديتشيرد الناس دي كلها طبعا قتلت تمام طبعا زي ما شفنا من شوية شخصية روبيرت هنزو كشخصية مؤثرة شخصية محورية في القصة وشفنا دي هو كان سيء على النقل بنتكلم على شخصية أنتونت دو موبا واضح جدا اسم فرنسي وهنشوف ان هي اصلا مش بس كانت كايند هارتد ولما اقول كايند هارتد يعني يعني عطوفة القلب طيبة وفي نفس الوقت كانت كليفر كانت سيدة شطرة هنشوف ايه الاحداث او الحياة اللي عملتها تخلينا احنا نحكم على ان هي كانت كايند هارتد and كليفر طبعا كلكم بتحال تفتكروا ايه المواقف اللي عملتها أنتونت دوموبا من ساعة ما جات لستريلسو the capital of روريتينيا till the king was rescued لغاية لما أنقذنا الملك ايه بلاء خطوات واحد كده مع بعض yes she helped to take care of the king who was very ill in the castle ده سبب بسيط جدا وسبب كويس جدا اللي هو ايه بقى اللي هي she helped to take care of the king اللي هي ساعدت في الاهتمام بالملك المصاب طبعا الملك اللي كان the sick king who was very ill in the castle الملك كان مريض جدا طبعا في القلعة وما كانش طبعا بكيف ولأ he was kept as prisoner by his half brother Duke Michael كان محتفظ به في السنة طبعا بوستط أخوه لوه Duke Michael because Duke Michael was looking forward to being a king himself again she helped Drassendl at the summer house كنا فاكريين الحوار التام في السمر house هو ان Duke Michael made a plan to to put put Rassendl in a trap or to get him in a trap and to kill him أنتون الدموبا helped Rassendl at the summer house and told him about Michael's plan to kill him شوفنا أن Duke Michael asked أنتون الدموبا to write a letter at his orders she wrote the letter and sent it to Rassendl Rassendl insisted to go to the summer house because he was looking for an end to the ongoing incidents he was used to or he used to live some kind of easy life and he was eager to go back to his country England and he knew that the king himself was L and the delay or the more delay the more danger the king would be or would be and عشان كلا طبعا لما راح طبعا اكتشف أني أنتون الدموبا was at their side في جانبهم why she told him that Duke Michael made a plan to get him in the summer house into a trap and his three men would come and kill him the dead body would be taken قصة طبعا and would be thrown into the old part of town Duke Michael would arrest Saab and Frizz as they betrayed the king طبعا قدام الناس يقولنهم بقى هم مخانين الملك والملك هو قتل and he would declare himself as the new king of Routania يقولن نفس بقى الملك بتاع Routania طبعا by the help or thanks to what Antoine قدامه بقى did Rassendel could survive صحيحنا شفنا انه فيه fight فيه شجار حصل ولكن كان يبقى مش واخد بالو إلا إذا كانت هي طبعا يطلب التفاصيل بزبط وإنه رسل رسل دل again he was clever he was brave he was intelligent enough he used his intelligence to get rid of the bad situation or to get himself out of the trap planned by Duke Michael and his criminals or his men تمام نشوف طبعا تكملة السؤال even when she was held as prison حتى لما كان Duke Michael محتفظ ب Antoine de mb kassagina at the mansion في الاصر بتاعه at Zinda she managed to send letters to russendel with Johan استطعت طبعا تبعت خطبات كمان مع Johan اللي كان شغال زي مؤلنا spy تمام جسوس بالنسبة طبعا بيعتبر جسوس اللي هو كان شايف ديوك مايكل روبرت روبرت هنزو ولكن طبعا بالنسبة رسندل كان شوف ان هو بالنسبة له كده secret agent عميل سري هو بيخلي بيتقسس على الناس دول she didn't approve of Michael's plans to kill his brother and to take the crown شوف نا اكيد she attended the coronation and she because she was in love with Duke Michael بتحب Duke Michael but later she discovered that he is not the man he is not the right man she was looking for marriage of him مش دار راجل بتدور انه تقوز وي because she knew about his plans to kill his brother عرفت عن خطته انه عايز يخلص من his half brother and take the crown وطبعا زي ما شفنا he would be Duke Michael wouldn't be unable to take the crown or to be the king unless he killed his own brother or his half brother and to marry princess Flavia another question رسندل proved to be conscientious as a king discuss سؤال مهم جدا رسندل proved to be conscientious as a king رسندل اثبت انه راجل يقز الضمير عنده ضمير يعني كملك يعني احنا كنا عارفين عن شخصية طبعا رسندل 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 بحي احنا رسندل احنا رسندل 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 مهتم ابدا باي مسئوليات as his brother was the king the lord of بيرلزدن اخوه كان هو lord بتاع المنطقة اللي هم مقامين فيها لكن لما طبعا راح لمنطقة روريتانيا او دولة روريتانيا the fictional country in central Europe he found himself in a position لأ نفسه في مسئولية او في موقع that needs الموقع طبعا ده محتاج منه to be able to run a country you dear to meet important people and moreover to help the 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 real king to get back to his own position استعرف الملك كمان الملك نفس الملك الحقيقي انه يرجع لمنصبه تمام حاجات دي كلها طبعا شفنا انه he was really successful صحيح كان في بعض الاخطاء ولكن لانه كانتش معتد على كده ولكن he managed to achieve the goals of saabt's plans طبعا الخطط كلها تنسب الى saabt استطح هو انه طبعا اه سعيد طبعا هو كان بيساعده ولكن الرجل المؤثر في وضع الخطط كان هو طبعا saabt ومعرف طبعا بالأسر ومعرف بالملك بعادتهم بتقاليتهم بهكذا وفي نفس الوقت استطاع في الاخر انه to achieve their goals تمام and to get rid of Duke Michael and his men تخلص من ديوك ورجاله تعال نشوف سؤال مع بعض رسندل طبعا 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 هنا بالملك الناس قالت الملك ده مش ملك مبعد مش بعض عننا الملك ده مش عايش مثلا في قصر عاجي كده بعض عننا لأ ديوك مايكل كان رجل شرير او مكار وفي نفس الوقت كان رجل شرير او مكار مايكل كان كون او مكار او مكار مافيش اكتر من انك تحاول تقتل اخوك من اجل التاج يبقى بتأكيد احتفظ به كساجين في القلعة وقلنا لماذا احتفظ به كساجين في القلعة على اساس طبعا ان بالتأكيد كان في زي ما قلنا ورطة الكل موجود فيها زي ما قلنا الجانب بتاع ديوك مايكل ورجالته كان تساي ان بابليك زي راسندل از نوت اريال كينج ميقدرش قدام الناس هم عارفين ان راسندل مش الملك ليه هو محتفظ اصلا مايكل حقيقة تحت ايديه في القلعة حبس حبس عنده ورقلت بحرصوه اللي قدامنا قدام الناس لحضر حفظ التويج ده هو راسندل لكن ديوك مايكل 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 يجي قدام الناس يقول you are not a real king in public قدام العامة ليه without showing his guilt اللي اذا اظهر ان هو نفسه مزنب he can't say that I myself kidnapped my own brother and I'm keeping him as a prisoner at the castle of Zinda and also I killed his servant جوزيف ميقدرش قدام العامة ان انا طبعا ديوك مايكل ميقدرش قدام العامة ان انا موت الخادم بتاع اخويا واختطفت اخي وبحتفظ بيه كسجين عشان بدور على الملك طيب ده بالنسبة لديوك مايكل اندزمان راسندل نفسه ويسابته وفريدز ميقدرش قدام الناس كمان ان احنا او انا مش الملك الحقيقي راسندل himself can't say that he is not the real king why because he had already betrayed او he has already tracked افضل هو بالفعل خدع all the people of روتينيا when he attended the coronation صحيح the intentions were god النواية كانت طيبة كانت حسنة he wanted to help the country كان حاول فعلا بيساعد the whole country كل البلد not only the king but again حضروا حفل التتويج والناس عدقت ده الملك من وجهة نظر الناس على الاقل ده كده بنسبة لهم شيء خطأ تمام طبعا عشان كده استمرت القتال يعني خافي ما كانش ظهر للناس احنا شافين فيه قتال او فيه مشكلة كبيرة جدا حصلة رجال ديوك مايكل في ناحية وروبرت راسندل في ناحية تانية والحوار طبعا العامة حتى لما انتهى الحوار لا نعرف حتى الناس المهمة زي المارشال ما كانش يعرف اللي بتم او كمان زي ما شفنا اللي هو قائر الشرطة كمان ما كانش يعرف تمام زي وزارة دخلانة عندهم ما كانشعارف اللي حاليس بتتم ازاي اتفقنا طيب نرجع بقى للسؤال بتاعنا بيقول when Rasendil took the place of the king he planned to kill him and take his body to the old town when Rasendil took the place of the king he هنا عايد على ديوك مايكل ديوك مايكل خطط planned to kill Rasendil and he take his body to the old town where it would be found هلأ قصة فين في الجزلة ديوك في المدينة معروف ان الملك طبعا مش محبوب هناك فريدز ان سابت would be arrested for murdering هنقبض على سابت و فريدز ان هما موتوا مين الملك طبعا منقصين كده وطبعا هما ايه وفي الاخر هو Rasendil مش الملك he held Antoinette a prisoner in the mansion to stop her from helping Rasendil طبعا لما شاف اني he discovered that or found out that Antoinette دوموبا helped Rasendil at the summer house and told them about their plan he took her to the mansion at Zinda to keep her as a prisoner to prevent her from helping Rasendil and his men he made a clever plan to defend the castle if it was attacked كان عندي two plans خطتين انه هو to defend his castle although it was highly protected رغم من القلعة كانت محصنة جدا ولكن برضو it was طبعا زي ما عرفين it was surrounded with a moat كان محاطة بخندق مائي and no one could enter without passing the mansion محاطة شدري يقوله احترحان القلعة إلا زي مر على الاصر where a lot of Duke Michael's men were found تمام روبرت هانزو didn't understand that Rasendil was not a wicked as him explain طبعا روبرت هانزو ما كانش فاهم ان Rasendil مش شرير زيه ومتوقع ان Rasendil جاي طمعان فين في الملك او شايف ان Rasendil يعني مبسوط جدا ان هو ملك ما عرفش ان هو بيحاول ينقذ الملك الحقيقي السؤال بطريقة تانية ممكن نقول روبرت هانزو misjudged Rasendil's character illustrate روبرت هانزو misjudged يعني اساء الحكم اساء الحكم على شخصية Rasendil وضح طبعا كان متفق معاه ان هو او لما شفنا Rasendil بيقول له احنا ممكن طبعا يعني تترك عمل الشرير وتساعدنا شفنا ان هو طبعا بيقول له it's okay ما فيش مشكلة but you yourself have to kill عليك ان اختقت المين طبعا your friends اللي هما اصدقائك اللي هما تموت friends تموت كمان and I myself will kill the king and duke and after we get rid of them all you yourself Rasendil will stay as king and you will reward me وهتكفاني انا وزي ما قلت قبل كده هو طبعا بيطمع مش في بس مبلغ من المال at least he was looking for being or looking forward to being a king sorry a duke for Strelso instead of the called duke michael تمام هنشوف لقابة ربقتي روبرت هنزو believed that Rasendil wanted to stay as king so he asked him to attack the castle with the help of روبرت but the real king michael سبت and fritz must all die Rasendil could stay as king and reward روبرت وي تكافئني he didn't understand that يعني روبرت هنزو didn't understand that Rasendil was pretending to be the king for the good of روبرت ما كانش متخيل ابدا او مش حاطت في بالو ان Rasendil بيتظاهر بانه هو ملك for the good of روبرت من ازجل او من مصلحة البلد نفسها اللي هي روبرت مايكل زمن ور كومبلي ديفرنت فروم the real كينج اسمان اكيد رجالة ديوك مايكل مختلفين تماما عن رجالة الملك نفس رجالة الملك نعرفين سابت فريدز مارشل ستراكنتش وطبعا الرجال اللي هم اخدناهم معنا اللي هم the ten brave strong men that Rasendil accompanied to the ترلنهايم house حنشوف دلوقتي الاختلاف بين رجال ديوك مايكل ورجال الملك مايكل زمن و ايذل اه اشرار and wicked نفس المعنى they would kill anyone to carry out their evil plans على استعداد طبعا يموت اي شخص شوفنا they called joseph طبعا قتلوا الخادم بتاع الملك the servant the cook اللي هو الطاهي they were following Rasendil to kill him to get rid of him في الشوء رسلن شاء الله صمين them they called some of Rasendil's man near the castle اثروا بعض رجال رسندil بالقرب من القلعة they طبعا they killed the doctor اثروا الطبيب اللي كان بيساعد the king and deadshard himself tried to kill the king حول موت الملك نفسه they helped duke michael by kidnapping the real king the real king and killing joseph they followed rassendil to try to kill him زي ما قلنا كان بيمشوا ورassendil عشان موتوه عشان كده شفنا اني سابت asked other six some other six men to follow him or to follow rassendil to protect him they were not completely loyal مش بس كده لا كانوا غير مخلصين لمايكل يشتغلوا معه وغير مخلصين ليه روبيرت بيتريد مايكل and they killed him in the end روبيرت اصلا كان مستعد يساعد rassendil but on certain conditions بس على شرط معينة حنا قلناها وفي الاخر finally he killed duke michael when he tried to stop him punishing antoine de moupa the real king's men were good and loyal على النقيد طبعا رجالة الملك كانوا مخلصين بالنسباله طبعا such as frithensab marshal strach and the ten brave strongmen والعشر رجال مخلصين they did their best to protect their country ناس دوله طبعا بعد الملك ما تم خطافه سابت وفريدز وضعوا الخطط ان هما يرجعوا الملك ويحموا البلد and stop michael from killing the king and taking the crown king روضلف روضلف بورغ and راسندل both underwent a major personality change مهم جدا الكلام ده تاني كده روضلف الف بورغ الملك روضلف راسندل طبعا اللي جاي the englishman both underwent ال past من كلمة under go يعني مروا بتغير كبير في الشخصية major يعني big personality change تغير في الشخصية طبعا لازم تعرف او تقول شخصية الملك كانت ايه وتغير بقى ايه شخصية كامير روضلف راسندل كان ايه وتغير بعد الحلزة كلها وبقى ايه تمام كده التغير في الاحداث او الشخصية اللي طرق على الملك واللي طرق على روضلف راسندل من خلال تواجده في الروتيني هنشوف مع بعض he knew what it meant to have responsibilities راسندل اتعلم يعني ايه يكون عندك مسؤولية كان بيقول لما كان موجود في انجلند في لندن في حوار مع his sister اللو روز بيقول لها I don't need to work because I have enough money to do what I want and to a man like me opportunities and responsibilities هنا بقى شفنا انه تعلم ازاي تبقى صاحب مسؤولية لما لقى نفسه in a position of a king here in the country well محد الشدر ينكر انه ادار البلد بشكل كويس although his life was in danger طبعا طول الوقت حياته كانت في خطر Duke Michael was looking forward to killing him all the time he did his best to save the king's life بازل كل ما في وسعه كي ينقص حياة الملك he learned that valuable lesson that people become Peter people by helping others وطبعا دا كان درس اخلاقي او الدرس الموجود في القصة عموما بالاضافة لدرس اخرى طبعا من المهم درس اخلاقي او امور الليسن هو اني الناس بتصبح افضل او احسن لو بتساعد الاخرين يعني انت بتساعد شخص بتبقى انت شخص انسان او انسان كويس تمام رضل حك Ram . ما خلصنا من رصندل كنا بنقول ان رصندل في الاساس كان جوبليس كان ل collaborators لكن تغير وساعد البلد اللي هي الروتينيا until they get their king back انما رضل ف Hilfberg الملك نفسه was always مهتم جدا بالصيد وبالاكل he didn't care about people especially the poor people مش مهتم بالفقراء in the old part of town he was a distant king بمعنى الكلمة كان ملك مبعد عن شعبه وطبعا like his late father many people didn't like him عشان كده كان was not liked in the old part of town ودوك مايكل found out that and he tried to get the people in the old part of town at his side كان دوك مايكل فطن الى هذا وبيحاول يستقطب الناس الفقراء طبعا الفقر في المدينة الى جانبه راسندل taught him what a true king should be راسندل علمه يعني ايه الملك الحق يجب ان يكون يعني to be a king for all people not for just a few not for just the rich ان يكون ملك للكل لكل الشعب not a king for the rich مش ملك الاغنياء فقط he learned that life is not just for a haunting الملك تعلم ان فيه حاجات اهم من اكله ومن الصيد he knew the value of his loyal friends اعترف او ادرك مدى اهمية اصدقاؤه المخلصين he learned how to run the country وتعلم ازاي يدور البلد من خلال خبرات راسندل او الحاجات العمال همين راسندل اثناء وجود الملك الحقيقين في السجن a stalmate is a situation when neither side in a petal can make progress او او اين زي ما كنت بقول stalmate اللي هي الورطة هي عبارة عن موقف neither side in a petal can make progress مفيش جانب من الجانبين في المعركة ممكن يحقق اي نجاح when did this happen in the prison of zin حصل فين الكلام ده اه يعني ممكن السؤال بطريقة تانية يقولك why couldn't Duke Michael and his men accuse راسندل of not being the real king and why couldn't راسندل say that Duke Michael is kidnapping his own brother طبعا زي ما قلنا اني the king himself الملك نفسه or the real one was a distant king was a distant king he spent most of his life outside of the country not many people in the country even know how he looks like حتى مش ناس كتير عارفين شكل الملك زي so راسندل attended the coronation at the plans or according to ساب's plans and they agreed on just attending the coronation and then the real king would be back to the palace راسندل to leave the country but it never pours but it rains يعني لا تقت الرياح بما تشتهي السفن حصل ايه ان the real king was kidnapped الملك الحي تم اختطافه by his brother and was taken to the castle and was guarded by Duke Michael's strong men طيب هنا بقى المفروض ان راسندل حضر حفلة تتويق والملك الحقيقي طبعا دلوقتي خلاص kept as prisoner why couldn't راسندل say that Duke Michael is kidnapping the king or is keeping the real king as prisoner زي ما قلت من شوف نفس الحلقة ان راسندل himself attended the coronation for the sake of helping the country روتينيا and Duke Michael again can't say in public that راسندل is not a real king without showing his guilt that he kidnapped his own brother and killed his own servant طبعا الكلام ده بخلاهم زي ما قلنا كده عايشين في stole mate لا دول عارفين يقولوا ان ده مش مالك حقيقي ولا راسندل العارف يقول ان دول اختطفوا الملك عشان كل احداث بتبقى حتى صحيحهم عايز يحرر الملك لكن بتتم بصعوبة ما يدارش يستعين مثلا بالجيش تمام في تحرير الملك وهكذا عندنا كمان سؤال او اجبت سؤال ده عموما اراها this happened when Duke Michael kidnapped the real king and راسندل pretended to be the king راسندل couldn't accuse Michael in public without admitting بدون ما يعترف that he was not the real king مادرش اقول ان ده خطر في الملك الحقيقي الا اذا اعترفت ان ده نفس مش مالك تمام مايكل couldn't accuse راسندل of anything because then people would know that he had kidnapped the real king مش هيتهم قدام الناس بايشي ليه ساعتها الناس طرف انه خطف اخوه and killed his servant وموت طبعا الخدم بتاعه اللي هو جوزيف or يوسف if راسندل hadn't had principles what would he have done راسندل لو اصلا ما عندوش اي مبادئ يا ترى كان ممكن يعمل ايه يتصرف ازاي واحد لقى نفسه مالك all of a sudden كان ممكن يعمل ايه he wouldn't have tried to sell the real king قولك انا مالي بقى ما يخلص من الماك الحقيقة ما يخصنش حاجة بقى يكلم الماك الحقيقة يموت he would have followed ريبورت's plan كان هيتبع نفس الخطة بتاعت ريبورت انو to kill مايكل طبعا وذلك هيقوم بالقصة دي مين هيقوم بالدور ده ريبورت هنزوي موت الملك وموت مايكل ولكن سابت سابت وفريتز هيموت على ايدين مين المفروض على ايدين راسندل ده كان المفروض يعمله عشان خاطر يعني يماشي او ينفذ الخطة بتاعت ريبورت لكن طبعا ده ما حصلش so as to stay king forever ده لو كان he was princeless يعني راجل طبعا يعني ما عندوش اي مبادئ تمام لكن ما حصلش he would have married كان ممكن نجوز كمان برانسس فلافيا and taken the crown وياخد كمان tag or he would have accepted مايكل's offer to take a million gold pieces and leave الروتانيا شوفنا كان في عرضين مهم جدا العرض التاني انه طبعا كان يقبل طبعا بزيارة روبرت كان بيقوله احنا ممكن نديلك خمسين مليون قطعة من الزهب and leave الروتانيا وتترك طبعا الروتانيا والسلمة طبعا مايك نخلص منه براحيتنا يعني while راسندل and his men were staying at ترلنهايم روبرت هنزو came twice give reasons بمجرد ما روبرت هنزو او ديوك مايكل عرف اني راسندل وصل ورقالته في ترلنهايم هاوس على طول بعديها او من بعد وصلهم بساعة واحدة كان بعت لهم من روبرت and some other men والزيارة التانية كانت روبرت of هنزو الون اللي حصل في الزرتين دول هنشوف the first time he told راسندل that the duke was sorry داع وبيقول له معلش ديوك مايكل اسف جدا that راسندل and his men couldn't stay in the mansion احنا مش ندر نستضيفكم فين في الاصر ليه because the duke and many of his servants ديوك مايكل وبعض خدمه او كتير من الخدم بتوعه ما لهم had a dangerous illness عندهم مرض infectious illness مرض معدي اخلكوا بعيد ما تقوش طبعا ده كان كلام كذب وكان طبعا راسندل بالتأكيد فهم الكلام ده so it was best if they stayed away عشان كلم الأفضل تخلكوا بعيد the second time روبرت to come to tell راسندل that the duke offered him a million gold pieces تاني مرة راسندل بيقوله ديوك مايكل هيديلك مليون قطعة ذهبية i wouldn't do that if i am if i were the duke i wouldn't do that if i were the duke لو انا ما كان ديوك مايكل ما كنتش هارض عليك الخمسين قطعة ذهبية ومش بس كده and a safe journey to the border هنوديك الحدود رحلة آمنة يعني to leave to your country or to leave for your country if he agreed to leave بقى الروريتانيا تمام لكن شفنا راسندل واضع منه principles he didn't accept this offer again how were ثابت and فريدز different from each other طب سابت وفريدز الاثنين شغالين مع الملك لكن كانوا ازاي الاثنين مختلفين عن بعض هنشوف لازم نعرف ان سابت was a colonel عقيد يعني راجل قديم في السن وفريدز was just a young man he just was a captain او he was just was a captain كان مجرد نقيب زي منقول والتاني عقيد يعني فيه فارق في الردبة فطبعا الرجل الاول ده سابت اجر عجوز ملم بحاجات كتيرة جدا ولكن طبعا فريدز was enthusiastic كان متحمس يعني might make mistakes سابت was so wise he always knew what to do at the right time اهم صفة عنده wise عاقل knew what to do at the right moment عارف يعمل ايه في الوقت الصح هو smart very careful زاكي حارس جدا without سابت رودلف الفبرج wouldn't have become king بدون سابت وخططه واختياره روسل دليل يلعب نفس الدور ما كانش عمر الملك هيرجع لإيه للمملكة بتاعته مرة تانية او to take the crown again فريدز was not wise enough فريدز زي ما قلت was young and he was in a rush he always wanted to do things quickly regardless of consequences يعني هو عايز يقدل اشياء بسرعة بغض النظر عن التوابع او النتائج اللي ممكن تحصل ده بالنسبة لفريدز وطبعا احنا عندنا موقف كترة جدا تثبت هذا الكلام although راسندل made many mistakes while pretending to be the king his game was not discovered explain although راسندل made many mistakes while pretending to be the king his game was not discovered راسندل اخطأ كتير جدا وهو بيتظاهر بانه ملك ماشي وطبعا ليه حق ما كانش لعب دول الملك من قبل لكن يا ترى ليه ليه اصلا ما تمش اكتشافه يعني محدش خد باله ان ده مش الملك راسندل was clever enough to cover up يغطي his mistakes يغطى على بلويز يعني يرتكر الخطأ وبيغطى على الخطأ as he became very good at pretending that he had forgotten or forgotten the rules of the people he had met بيقول لهم والله انا نسيت الرولز يعني كنت عايش بره البلد ونسيت القوانين والرولز والكلام تصرفوا بيلا فعشان كده عملية بتعاد يعني وبيحاول يخل نفسه محبوب للناس عشان طبعا ازا كانوا يحبوه فهيعدوله اي اخطاء يرتكبها مروفر بيبول وودن تبليف ذات راسندل وات جاست ا بريتند كانج طبعا نسيت يتصدق ان راسندل اصلا بيتصرفوا وكأنه ملك لأ حارفين هو الملك الحقيقي لان ما فيش اي فرق اصلا بين الملك الحقيقي وطبعا روبرت او رودل في راسندل الا بعض اللي حافظت فيها اللي حتى ما تكلمنا عنها اللي وقتوه سمتيمتر زورتو هز فيس واز بلومبي او هز راسندل فيس واز ثن ان اوسع شوية كان راسندل دايما في جنبه على طول سابت عشان يقوله يعمل ايه او يسوي ايه طبعا لانه حتى الناس ما كانش يعرف يقول دافلان ومش فلان الا بمساعدة سابت عشان كده بنرجع ونقول تاني ان سابت هو السبب الرئيسي في اخراج الملك من الحبس بتاعه طبعا راسندل بلان طب ايه الخطة بتاعة راسندل كي ينقذ الملك يس سابت واتيك سامن من to the front door of the mansion وين يوهان opened the door they would quickly enter and tie up the servants if they didn't want to help the king الخطة موضوعة ان راسندل الاول سابت ويوهان سابت هياخد طبعا مجموعة من الناس ويروح لمدخل الاصر ويوهان هيكون طبعا ناك في تحلام الباب على الساعة الواحدة وطبعا الناس الخدم دول اجداد متعاونوش هيتم طبعا تكتفهم زي من كلمة tie up the servants if they didn't want to help the king at the same time madame do antonet would cry out for help بعت لها جواب انها تصوت بقى وتقول ايه سعدوني the duke would surely come to see what was going on duke michael هي تفرق يشوف اللي بيحصل and they could kill him ساعتها بقى يخلصوا منه then there would be only two men left guarding the king so they would need to move quickly before they hurt the king تمام بنقول تاني there would only be two men left guarding the king so they would need to move quickly before they hurt the king في اتنين بحرص الملك طبعا لازم يتحرك راسندل وير جلته عشان خاطر ينقذه الملك قبل ما يخلص منه طبعا duke michael last question سابت كان عقل كافي to take the right decision at the right time سابت كان عنده العقل الكافي او رجعت الاخل الكافية في الوقت المناسب لتاخذ القرى مناسب ازاي when the king was found unconscious الملك لقناه مغم عليه فقد الوعي at the hunting log حصل ايه سابت decided to persuade رسندل رسندل to take the place of the king الملك معد او الملك سوري اه 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 فقد الوعي سابت بقى هو اللي فكر انه هو يقنع رسندل انه to take care of him سوري to take the place of him انه يحل محله ليه ايه زي ما قلنا people were waiting to attend the carnation تمام and رسندل agreed رسندل طبعا في الاخر وافق for the sake of الروتينيا من اجل ايه البلد نفسها when he was going on when he was going to the hunting lodge with رسندل they saw مايكل and ماكس طبعا شفنا رسندل كان رايح مع سات لاسترجاع الملك من الهانت انجلوج في الطريق طبعا شفنا ان هما كانوا since that there were horses following them حصوا باني في خيول بتتبعهم they kept themselves into darkness inside the forest and they were watching after a while ماكس هول and Duke مايكل arrived سات could have killed مايكل with his gun and at the same time but he didn't because he knew it wouldn't have helped the king and that moment كان عرف طبعا اني ممكن ده اللي هو ساب كان عرف انه ممكن نموك نموك ديوك مايكل لكن في اللحظة دية مش يساعد الملك كان ممكن نخسر الملك وللأبد تمام شفنا بكده احبائي احنا اتكلمنا على سؤال القصة و ما ننساش ان احنا كمان عندنا سؤال writing هيجينا طبعا composition اذا كنت اكتب موضوع تعبير letter يعني او paragraph او كمان email ويرد كل حاجة وردة نحاول نكتب طبعا العلمات الترقيم نستغل كل حاجات الموجودة في الامتحان من قطعتين من ترجمة الحاجات اذا كنت في موضوع التعبير بستغلها وباكت موضوع التعبير كويس ما ننساش موضوع التعبير كمان ستراجات مهم جدا الترجمة هي طبعا تدور في فلك الكلمات اللي احنا اخدناها في المنهج بتاعنا تبقى ان شاء الله ترجمة بسطة وسهلة نحاول نكتب بخط كويس نبعد عن العمية في العربي وبكده احنا نكون رجعنا اسئلة الامتحان ركزنا على الاسئلة اللي هي دايما فيها مشاكل كتيرة زي سؤال find the mistake الاسئلة بتجمع درجات زي سؤال ميني ديالوج سؤال situations قلنا كمان القطعتين منسبهم مش عليهم 8 درجات وكل تمنيات طبعا متأكيد بحظ كويس موفق ان شاء الله في الامتحان مش عايزيني شوفكم بسنوية عامة تانية عايزيني شوفكم ان شاء الله السنة جاية في الكلية عشان نشوف دفعات بعديك ودفعات تانية وتالتة وكل التمنيات بالنجاح والحظ الوافر بإذن الله في مستقبل باهر وعلى وعد بلقاء مش معاكو انتو كطلاب خلاص بتمتحد خلاص ثنوية عامة لا اتمنى لكم النجاح على وعد بلقاء في حلقات تانية مع دفع جديدة من طلاب الثنوية العامة العام القادم بإذن الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته